ولأن الجميع يعرف صعوبة الموقف ووجوب الابتعاد عن التهويل السياسي خصوصا داخل البيت الشيعي بحكم أسبقيات القوة والجمهور وخطورة المواجهة بينهما قرر الإطار التنسيقي اعتماد السرية في مشاوراته وتحركاته انطلاقا من صعوبة المراهنة على لي الأذرع وغلق منافذ الحوار وفي السياق يقول عضو الإطار انتصار حسن إن تحالف الفتح يدعو كل الأطراف السياسية إلى الحوار من أجل ضمان استمرار العملية السياسية خاصة وأن الفتح والإطار يرفضان الذهاب للمعارضة حرصا على ضمان خدمة الناس وهو ما لا يختلف عليه عضو اتلاف دولة القانون عارف الحمام باتفاق قوى الإطار باجتماع في منزل همام حمودي على مواصلة الحوار مع جميع الكتل السياسية بما فيها التيار الصدري لإنضاج المشتركات الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة المقبلة ما يعني بشكل آخر عدم مراهنة التنسيقي على الفصل القضائي لتسوية خلافاته مع التيار الصدري على وجه الخصوص